منا مرجعيون جنوبية لبنان موفدنا عيماد للأترش عيماد أهلا بك يعني قواعد الاشتباك على ما يبدو أخذ في التباعد شيئا فشيئا لأنه ها هي إسرائيل تصل إلى بحسب ما نفهم يعني أبعد نقطة في القصف منذ بداية الاشتباكات قبل نحو شهر من الآن وضح لنا ما أبعد الموقف الميداني لديك تماما مروج نحن اليوم في اليوم الثالث والأربعين من بدء الاشتباكات أو على الأقل من السابع من أكتوبر الاشتباكات هنا والمواجهات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية بدأت في اليوم التالي أي في الثامن من أكتوبر كما ذكرت تماما هذا الخط البياني التصاعد في الاشتباك والمواجهات بين حزب الله وإسرائيل آخذ في الارتفاع بدرجة ملحوظة لا مسا حد الخطر بطبيعة الحالة التطور الكبير أو التطوران الكبيران اللذاني حصل صباحة هذا اليوم عندما استهدفت مسيرة إسرائيلية بصاروخين معملا قيل إنه للألومنيوم على أطراف مدينة النبطية هذه المدينة التي لم تستهدف منذ عام 2006 أي قبل 17 عاما عندما اندلعت المواجهات الكبرى في تموز من ذلك العام بين إسرائيل وحزب الله قبل ذلك بحوالي ساعة ونصف حزب الله أعلن في بيان له عن استهداف مسيرة من طراز هيرمس 450 وهي طائرة مسيرة استطلاعية تقوم بمهام الاستطلاع والمراقبة في أجواء الجنوبية أسقطها بصاروخ أرجو المواجهات لا تزال مستمرة حتى الآن هاجم حزب الله نحو ستة مواقع إسرائيلية آخرها كان هنا في القطاع الشرقي موقع المرج الإسرائيلي قبل قليل ذكرت مصادر بأن رفقة صاروخية أطلقت باتجاه الأراضي المحتلة في فلسطين وسائل إعلام إسرائيلية أعلنت بأن سفارات الإنذار دوت في كرياتش مونة القريبة من هنا وأيضا ميرجولوت دوت فيها سفارات الإنذار في حين رد الجيش الإسرائيلي بقصف مدفعي مركز وعنيف أحيانا على عدد كبير من البلدات اللبنانية المجاورة للحدود اللبنانية الإسرائيلية في القطاع الغربي والأوسط وأيضا في القطاع الشرقي هل هناك معلومات عماد عن ما خلفه القصف الإسرائيلي لمصنع الألومنيوم في النبطية من خسائر أيضا كيف هي ردود الأفعال على المستوى الشعبي يعني أهالي مدينة النبطية يفاجأون بنيران الإسرائيلية تأتي إليهم وهم في منازلهم ما ردود الأفعال الشعبية على ذلك وهل من الممكن أو نتوقع أن يؤدي ذلك إلى مزيد من النزوح للمدنيين اللبنانيين من الجنوب اللبناني نحو الشمال نعم القصف بالصاروخين كما ذكرنا مسيرة إسرائيلية طال هذا المعمل هو على أطراف مدينة النبطية اشتعلت النيران فيه فقط ما شاهدناه من صور لهذا المعمل هو فقط خسائر مادية تتعلق بهذا المبنى الذي قيل أنه معمل للألومنيوم على أطراف مدينة النبطية بطبيعة الحال أهالي النبطية فوجئوا بهذا التطور لأن هناك ملامسة خطيرة نوعا ما لقواعد الاشتباك المتفق عليها ولكن هي غير مكتوبة بطبيعة الحال بين حزب الله والجيش الإسرائيلي طبعا هناك ترقب يعيش أهل جنوب اللبناني ليس اليوم فقط ولكن اليوم ربما بشكل أكبر ترقب لرد فاعل حزب الله لأنه إذا تجاوزت إسرائيل بقصفها لمدينة النبطية حتى وأن لم يحدث الأمر سقوط ضحايا مدنية بشرية ولكن على الأقل إذا تجاوزت إسرائيل ذلك الخط قد يتجاوزه أيضا حزب الله وهو على الأقل في اليومين الماضيين رفع بشكل كبير من وتيرة عملياته ليس فقط من حيث العدد والأهداف المستهدفة من المواقع العسكرية للجيش الإسرائيلي ولكن من نوعية الاشتباك القائم وخاصة استهدافه لتجمعات الجيش الإسرائيلي في المواقع العسكرية المحاذية للحدود وداخل إسرائيل شكرا جزيلا لك طبعا سنبقى على تواصل معك عماد أولا بأول لمتابعة مستجدات الوضع في الجنوب اللبناني من مرجعيون جنوبية لبنان موفدنا عماد الأترش